اشتركوا في القناة القوات العراقية تحرر ناحية ريحانية بالكامل مع اطلاق عمليات غرب الانبار هذه الزيارة وضعت اسس استراتيجية للعلاقات الثنائية هنية يؤكد استراتيجية العلاقة مع مصر ويعلن استعداد قطاع غزة لاستقبال حكومة الوحدة الفرسطينية وفي النشر ترامب يقول لنا الاتفاق النووي مع ايران سيء ويهدد كوريا الشمالية بالتدمير الكامل مساء الخير نبدأ من التطورات الميدانية في سوريا وخصوصا في دير الزور وريف حماء الشمالي شرقي دعت وزارة الدفاع الروسية وتحالف الأمريكية إلى عدم يعاقة عمل من يحاربون الارهاب في سوريا إذا كان التحالف لا يريد القيام بذلك بنفسه المتحدث باسم الوزارة لواء إيغور كوناشينكوف قال أنه كلما اقتربت نهاية داعش في سوريا تضح من يخوض الحرب فعليا ضده ومن يدعي ذلك وكشف كوناشينكوف عن رفع مستوى المياه في نهر الفرات نتيجة فتح السدود من مناطق المسلحين المدعومين من واشنطن خلال عبور القوات السورية ميدانيا نفد العلام الحربي بعبور الجيش السوري وحلفائه إلى الضفة الشرقية للفرات من جهة الامريعية في ريف دير الزور واضف أنه جرأ تحرير قرية مرات وأجزاء من بلدة خشام في ريف دير الزور الشرقي يأتي هذا التقدم بعد تحرير حويجة سكر أكبر معاقل داعش في مدينة دير الزور ومناطق أخرى غرب المدينة إلى هذا صد الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة هجوما كبيرا لجبهة النصر على محور معان وقرى لطليسية والشعثة وخفصين في ريف حماء شمالي شرقي وقد أفدت مراسلة الميدين بتواصل الاشتباكات مع تكثيف الطائرات السورية غاراتها على المسلحين في خان شيخون والتمانعة ومورك وقرى بريف إدلب الجنوبي وكانت جبهة النصر والحزب التركستاني وجيش العزة قد أعلنوا عن عملية على مواقع للجيش السوري في ريف حماء شمالي الشرقي نقلت وكالة رويترز عن مصدر في جماعات المسلحة في سوريا أن القوات الأمريكية ومسلحين متحالفين معها أخلوا قاعدة الزكف في البدية السورية قرب حدود العراق وانتقلوا إلى قاعدة التنف المصدر قال أن الخطوة جاءت نتيجة الاتفاق بين واشنطن وموسكو وكان الأمريكيون قد أنشأوا القاعدة الأمريكية في حزيران يونيو الماضي على بعد نحو 60 كم إلى الشمالي الشرقي للتنف ونتوقف عند آخر التطورات الميدانية معنا من دير الزور زميل مجليلة وأيضا معنا من العاصمة السورية دمشق مراسل الميداني محمد الخضر أهلا بكم أبدأ منك زميل مجليلة وتحديدا فيما يتعلق بالتطورات في دير الزور ويعني عبور الجيش السوري لضفة شرقية للفرات من جهات المراعية الآن مع حلول المساء كيف تبدو الأوضاع حصيلت ربما التطورات الميدانية خلال هذا اليوم نعم تسمع بين الحل والآخر اشتباكات بالرشاشات الثقيلة بين الجيش السوري ومسلحي داعش في منطقة حويجة سجر تحديدا هذه المنطقة المهمة التي عبر إليها الجيش السوري عبر أحد فروع نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي طبعا هذه المنطقة تمكن الجيش السوري من تثبيت نقاط له فيها في حويجة سجر هي منطقة استراتيجية بالنسبة لداعش أيضا كونها قريبة من المدينة وتشكل نقطة عبور لمسلحي داعش من الريف الشرقي باتجاه جبهات داخل أحياء مدينة دير الزور طبعا أيضا عبور الجيش السوري من نقطة المراعية وسيطرتها على أجزاء من قرية خشام بالفعل الجيش السوري وحولفاه في محور المقاومة تمكن من تثبيت نقاط في تلك المناطق وتلك القرية هي مقدمة لمتابعة العمليات العسكرية بحسب المصادر العسكرية هنا في مدينة دير الزور لتوسيع السيطرة وسيطرة الجيش السوري وحولفاه في محور المقاومة على مناطق أكثر باتجاه الضفاء الشرقية لنهر الفورات أيضا بالتوازي مع هذا العبور العمليات مستمرة لناحية التقدم باتجاه ناحية الموحسن التي تعتبر بوابة الميادين الجيش السوري يقلص المسافة بين النقاط التي كان يتواجد بها في قرية الجفرة ومدينة الميادين كان البعد عن هذه المدينة تقريبا 25 كيلو مترا الآن أصبحت أقل مع السيطرة على تلة الموحسن بالاتجاه الشرقي لمدينة الجفرة على ضفة لبلدة الجفرة على الضفة الغربية لنهر الفورات طبعا هنا الوساطة النارية مستمرة في استهداف ودك مراكز تنظيم داعش والمناطق التي يسيطر عليها ومخازن اسلحته بشكل أساسي في الريف الشرقي لمدينة دير الزور أيضا استهداف لنقاط وتحركات المسلحين في الأحياء التي يسيطرون عليها داخل مدينة دير الزور أيضا على المقلب الآخر من المدينة باتجاه الريف الشرقي تتواصل عمليات الجيش السوري للسيطرة على ما تبقى من قرى بيد تنظيم داعش في الريف الشمالي لمدينة دير الزور بعد السيطرة على عياش الجيش السوري يتابع عملياته باتجاه الشمال لحسن جبهة ريف دير الزور الشمالي والوصول إلى معدان هي النقطة الأكبر التي يسيطر عليها تنظيم داعش على الضفة الغربية لنهر الفرات في تلك المنطقة إذن هي عمليات مستمرة بالنسبة للجيش السوري على كافة المحاور في مدينة دير الزور سواء كانت المحاور الشرقية الأرياف الشرقية وأيضا الأرياف الشمالية هي عمليات تشهد تمهيد ناري كثيف وجوي كثيف من قبل وحدات الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة عمليات تقدم مدروسة لمواجهة مناطق تمركز بها تنظيم داعش وتعتبر ويقترم الجيش السوري منها شيئا فشيئا من مراكز ثقة المهمة بالنسبة لتنظيم داعش اسمح لنا أيضا نشرت معنا زميل محمد الخضر زميل محمد الجيش السوري صد ربما هجوم لجبهة النصرة على عدد من القرى في ريف حما هل ما زالت هذه الجماعات مسلحة تحاول مجددا الهجوم على نقاط للجيش السوري وكيف تبدو الأوضاع الآن نعم وفي الواقع الهجوم مستمر لكنه خفت وطته الهجوم بدأ صباح هذا اليوم من جبهة النصرة بشكل أساسي الحزب التركستاني جيش العزة ومجموعات أخرى حتى جيش إدلب الحر كما يسمى في الهجوم على تحديدا محور معدان الاطليسية هي مناطق تقع إلى الشمال من مركز مدينة حمابي حوالي 30 كيلو مترا جرى استيعاب الصدمة الأولى لهذا الهجوم أكثر من ذلك الجيش السوري انتقل إلى غراج جوية مركزة ومكثفة على خطوط الإمداد المتأخرة لهذه المجموعات تحديدا في شمال إدلب في بلدة التمانعة أقصى شمال حلب ثم أقصى جنوب إدلب في منطقة خانشيخون وصل القصف إلى هذه الدرجة وجرى تدمير على ما يبدو مراكز قيادة للتنظيمات المسلحة المشاركة في هذه العملية العملية أطلقت تحت اسم يا عباد الله اثبتوا اللافت في الأمر في الواقع أن جبهة النصر لم تعلن أبدا في كل مواقعها عن هذا الأمر هو معلومات التي جاءت من الطرف الآخر هي من الناشطين ومن المجموعات المسلحة المتحالفة مع هذا التنظيم في المعلومات الميدانية هناك على الأقل تدمير دبابتين وعربتين بمبي مدرعة حتى قتل المسلحين لم يستطيعوا سحبهم من مواقع الاشتباك والقتال هناك صد كامل في الواقع لم يخسر الجيش والمعلومات الميدانية أي موقع على تلك المحاور المتقدمة والواقعة إلى الشمال من محافظة حمار طيب محمد أيضا هناك هذه المعلومات التي وردت فيما يتعلق بانسحاب القوات الأمريكية ومسلحين متحالفين معها من قاعدة الزكاة فهل من معلومات إضافية بالإضافة للمعلومات التي ذكرت في الواقع هناك كانت حتى في صفوف المسلحين تحديدا مجموعة تسمى مغاوير الثورة حالة من ارتباك والتشتت جرى الحديث بالأمس من أبو أثير الخبوري هو متحدث عسكري عن أنه لا يوجد انسحاب وإنما تغيير مواقع وهذه القاعدة سوف تبقى مع المسلحين حتى جاء اليوم الخبر في الواقع من مصادر قريبة من غرفة الموك في الأردن تحدثت عن انسحاب كامل من تلك القاعدة لأن تلك القاعدة في الواقع فقدت قيمتها العسكرية مع التقدم الكبير للجيش السوري وحلفاه خلال الأسبوع الماضية أصبحت تكلفة الدفاع وعب الدفاع عن هذه القاعدة كبيرة جدا على القوات الأمريكية وحتى على المسلحين المرتبطين بها لذلك جرى الانسحاب على ما يبدو إلى القاعدة الأكبر وهي قاعدة التن كل الشكر لك زميل محمد الخضر مراسل ميدين كنت معنا من دمشق شكر موصول لك زميل مجليلة مراسل ميدين كنت معنا من دير الزور تستعد قافلة مساعدات إيرانية للانطلاق نحو مدينة دير الزور السورية القافلة تضم أكثر من ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى مدينة دير الزور وهي أول قافلة إنسانية غير سورية بهذا الحجم تشق طريقها البرية نحو مدينة دير الزور بعد كسر الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة الحصار عنها وقد أشرفت جمعية جهاد البناء الإيرانية على أعداد هذه القافلة وتأمين محتوياتها مدير الجمعية أكد أن هذه القافلة تأتي ضمن القوافلة التي تقدمها إيران دعما للشعب السوري في مختلف المناطق السورية المحررة منذ خمس سنوات حتى اليوم نساء كثيرات ومن دول مختلفة حضرنا إلى العراق وسوريا وتزوجنا بمسلحين من تنظيم داعش على الأراضي التي سيطر عليها التنظيم لكن كثيرات من هؤلاء النسوة صدمنا بواقعهن وعربنا عن ندمهن لتركهن بلادهن وهن الآن يسكن في مخيم عين عيسى بريف الرقة مع تقاح كوري تنظيم داعش وانكشافه ولسيا ما في سوريا والعراق برزت مشكلة مئات لا بل آلاف النساء اللواتي تركنا أهاليهن وبلدانهن وقدمنا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى التنظيم والعيش في مناطقه وبتنا اليوم وحيدات بعدما قتل أكثر أزواجهن وتركه لمصيرهن المجهول من قبل قادة التنظيم في جناح صغير في مخيم عين عيسى بريف الرقة الشمالي تقضن عدد من زوجات مسلاحي داعش اللواتي سلمنا أنفسهن للأمريكيين وقوات سوريا الديمقراطية خدوج هي أحدى قاتنات هذا المكان وهي فتاة تونسية التحق زوجها بتنظيم داعش لتلتحق به في ريف حلب الشمالي ومن ثم الرقة بعد العبور من الحدود التركية تقول خدوج أن التنظيم ليس إلا خدعة وكذبا بعد زوجي آخر سنة قال لي أنه هاي الدولة دولة كفارة هذو ما مهمش مسلمين ولازم نخرج من الدولة ذي كانت كانوا برشة تونسة غاديكا كانت مجموعة من تونسة وكفرت الدولة وحبت تخرج من الدولة كان صعيب برشة أنك تخرج من غادي لأنه قتلوا برشة ناس غاديكا حال نور الهدى ابنة مدينة ترابلس اللبنانية لا يختلف عن حال خدوج فهي أيضا لحقت بزوجها أملا في العيش بأرض الدولة الإسلامية بلاد العدل والإسلام الحق إلا أنها صدمت بالواقع الذي رأته أمامها يعني خلاص زوجك يقتل خلاص بيشلحك وقال مضافية هذه تعيش هايك بعيشك حياة صعبة كربل بالنهاية تتزوج وضليت هايك بالمضافيات شي 8 شهر حتى ترفت على زوجي هيدا تونسي ترفت علي من قبل أخت تونسي وأنا حتى لما كنت بالمضافي صفت كتير أشياء على الدولة يعني صفت أشياء ما معاملة إسلام مستحيل كم معاملة إسلام يعني مستحيل كان الرسول يعمل هايك وتبضي نور أسفا شديدا على ما ارتكبته من خطأ في الالتحاق بمناطق سيطرة التنظيم وتطالب الحكومة اللبنانية بالعمل لإعادتها إلى بلدها مبدية ندمها على ما فعلته أعلن الجيش الإسرائيلي أسقط طائرة من دون طيار فوق الجولان السوري المحتل وقد اتهم حزب الله بإطلاق هواك وأضاف أن طائرات سلاح الجو استدعيت على عجل باتجاه طائرة من دون طيار حلقت من مطار دمشق وقد جرى إسقاطها من منظومة الباتريوت أكدت مستشارة رئاسة السورية بثين شعبان أن دمشق تثق بروسيا وإيران لضمان اتفاق مناطق خفض التصعيد وأضافت أن البلدين يتشاوران مع سوريا في كل القضايا المطروحة ونحن إذا كانت ضامنون الثلاثة هم روسيا وإيران وتركيا فنحن واثقون من أن روسيا وإيران لن تهادنا على أي شيء لا نريده وهم لا يفعلون شيء على الإطلاق دون التشاور معنا فلا داعي رفاق للقلق أبدا وكل الصور التي ترونها عن الحشود التركية معظمها صور قديمة أصلا المراقبين ليسوا بحاجة لمدرعات ولا لدبابات ولا لأي شيء وحتى الآن لم يتفقوا لا على شكل ولا على أعداد المراقبين الذين سوف يكونوا في إدلب شعبان قالت أن دمشق ترحب بالمعارضة الوطنية الحريصة على سوريا لا التي ترتبط بأجندات خارجية أعتقد أن هؤلاء الذين ذهبوا إلى خيارات من أجل مصالح مادية ضد أوطانهم سوف ينتهوا حيث يجب أن ينتهوا المعارضة الوطنية وأي صوت معارض وطني حريص على سوريا وحريص على الوطن مرحب به نحن اليوم مع المعارضة الوطنية الشريفة الحريصة على هذا البلد والعاملة من أجل الألق وعزة هذا البلد إلى العراق حيث حررت القوات العراقية ناحية ريحانية غرب الأنبار بالكامل من داعش جاء ذلك بعد أعلان رئيس الحكومة العراقية انطلاق عمليات تحرير مناطق غرب الأنبار وقضاء عنه العباد أكد أن العراق سيكون على موعد مع نصر جديد على داعش جدد رئيس قيم كردستان العراق مسعود برازاني الحديث عن استحالة تأجيله لاستفتاء استقلال القليم إذا لم يتوفر بديل وأضاف أن الدولة العراقية ليست فدرالية بل دينية برازاني كشف عن تسلم مقترحات جديدة من المجتمع الدولي بديلة من الاستفتاء تختلف عن سابقتها وفي سياق مرتبط قال وزير الدفاع التركي فكر إشوك أن بلاده لا يمكن أن تسمح بإقامة دولة على أساس عرقي جنوب البلاد وأضاف أن انتهاك وحدة أراضي العراق وسوريا قد يشعل شرارة صراع عالمي أو سع نطاقا مشيرا إلى أن انتهاك وحدة أراضي العراق يمثل خطورة كبيرة على تركيا في المواقف أيضا دعا وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج تامر السبهان رئيس أقليم كردستان العراق مسعود بارازاني إلى قبول الوسطة الدولية لحل الأزمة الراهنة وغرد السبهان بأن الهدف من جهود بلاده هو تجنيب العراق أزمات هو فيغنا عنها في الأثناء أكد رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران الشيخ أحمد جنة أن الولايات المتحدة تريد انفصال أقليم كردستان عن العراق وإيجاد إسرائيل ثانية لكن إيران لن تسمح بذلك وضف خلال افتتاح أعمال المجلس أن انفصال الأقليم رغبة ومؤامرة أمريكية وسعودية وإسرائيلية الولايات المتحدة تريد انفصال أقليم كردستان وإيجاد إسرائيل ثانية يجب الوقوف بوجه ذلك بكل قوة فصال كردستان هي رغبة ومؤامرة أمريكية وسعودية وإسرائيلية وتصب في مصلحة إضعاف المسلمين هذه المؤامرات لن تصل إلى نتيجة وعلينا دعم الشعب في إقليم كردستان وينضم إلينا من بغداد مراسل ميدين محمد الفهد أهلا بك محمد بحسب ما قال رئيس الإقليم برزاني بأن هناك مقترحات جديدة من المجتمع الدولي تختلف عن سابقتها لتضحت صورة هذه المقترحات التي سلمت له ولماذا هذا الإصرار على المضي قدما نحو الاستفتاء برغم أن المجتمع الدولي والإقليمي ربما الكل رافض لهذا الاستفتاء نعم وفاء في وقت تعددت فيه الدعوات لتأجيل استفتاء أقليم كردستان وأيضا تعددت الخيارات لرئيس الإقليم والداعين إلى الاستفتاء لكن وعلى ما يبدو أن هذا القرار أو المضي بإجراء الاستفتاء أصبح ربما مطلبا تصر عليه الأطراف الكردية الداعمة للاستفتاء على الأقل ربما كي تحفظ قرارها حيال الاستفتاء ولا تريد أن تكسر بهذا القرار لذلك ما تم الحديث عنه عن خيارات جديدة أو بدائل جديدة هي تصب في مجملها وفاء لجهة حفظ وحدة العراق وتأجيل الاستفتاء على الأقل في الوقت الراهن وترتكس كل هذه الخيارات التي تطرح أو يتم الدفع بها من قبل الأطراف الإقليمية والدولية تجاهها إقليم كردستان هو نحو فتح أبواب الحوار الذي تنادي به بغداد رغم امتلاكها كل الوسائل القانونية والدستورية المعارضة لاستفتاء إقليم كردستان وبالتالي ربما هناك توقعات وفق المراقبين أن تكون هذه البدائل قد تدفع بإقليم كردستان إلى ربما الأخذ بها لتأجيل الاستفتاء أو إجراء الاستفتاء وبعد ذلك يتم الحديث عن ما بعد هذا القرار لذلك الأمور تنصب أن من يدعم إجراء الاستفتاء لا يريد أن يتراجع عن هذا القرار لعدة أسباب تتعلق ربما بالخشية من فقدان القاعدة الجماهيرية التي حاول أن يكسبها طيلة الأيام الماضية كذلك لا يريد أن يخسر ما دفع به من إجراءات ومن تكاليف لإجراء هذا الاستفتاء وكذلك ربما التراجع في الوقت الراهن قد يؤدي إلى أسباب لا تحمد للجهات الدعمة للاستفتاء في ظل معارضة من قبل الأطراف الدولية من قبل الأطراف الداخلية العراقية وأيضا مقرونة في الداخل العراقي مقرونة هذه المعارضة بحجج دستورية وماد دستورية تفند هذه الدعوة كيف تتلقى كردستان ربما تهديدات تركية بأن تركيا لن تقبل ولن تصمت حيال الاستفتاء في حال ما حصل حتى اللحظة وفاء الملاحظة في ردود الأفعال والمواقف الكردية أنها لم تظهر باتجاه التهديدات التركية والتي ربما هي الأشد لهجة حتى اللحظة من بين المواقف الأخرى فقط الداعمين للاستفتاء هم يوجهون ردود أفعالهم تجاه المؤسسات التشريعية العراقية عندما اتخذت هذا القرار وباتجاه المؤسسة القضائية العراقية أو السلطة القضائية العراقية عندما اتخذت هذا الموقف حتى اللحظة لم يصدر أي رد فعل من قبل جهات رسمية داعم الاستفتاء من قليل كردستان حيال القرار التركي أو الموقف التركي الذي وكما يبدو هو الأشد حزما حتى اللحظة تجاه الخطوة الكردية وهذا واضح عند الدفع بقوات على الحدود أو قريبة من قليل كردستان كذلك الموقف الإيراني الذي لم يختلف ربما كثيرا عن الموقف التركي والذي ذكر في أحد نقاطه أن يتم إغلاق الحدود مع قليل كردستان وبالتالي هذه تندرج ضمن أيضا وفاء العوامل التي تصب لجهة أن مقاومات الدولة المقبلة هي مفقودة لا سيما الاقتصاد وما إلى ذلك وكذلك حتى الاختلاف داخل البيت الكردي ما بين الأفريقاء أنفسهم حتى الآن محمد سريعا على الصعيد الميداني هل من تطورات ميدانية لهذا اليوم خصوصا فيما يتعلق بالريحانية نعم أعلنت قيادة العمليات المشتركة تحرير ناحية الريحانية بالكامل التي تقع إلى الشرق من ناحية عانا والتي تستهدفها هذه العملية بالفعل تحرير الريحانة يعني أن القوات قد اتخذت نقطة ارتكاز قريبة جدا من أحياء عانا لا سيما حي المعاضيد والقادسية وكذلك حي الجهاد عانا هي ناحية صغيرة فيها ستة أحياء القوات تطبق عليها من جبهتها الشرقية وكذلك الغربي انطلاقا من عكاشات المحررة وبالتالي هناك بحسب القيادات الميدانية التقدم مستمر وسيتم تحريرها بالوقت المقبل ولا سيما في ظل ضربات جوية وقوة نارية من قبل القوات المشتركة لا سيما الجيش العراقي والحجر العشائري والحجر الشعبي والقوات الأخرى التي بدأت تحيط بهذه المنطقة في ظل توارد معلومات أن تنظيم داعش بدأ يتراجع كل معارك السابقة بدأ ينتقل صوبة ناحية راوة ومنها إلى القائم وبالتالي ربما نشه التحرير قريب لهذه المنطقة كل شكرا لك زميل محمد الفهد مراسل ميدين كنت معنا من بغداد أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن قرار الحركة هو بناء علاقة استراتيجية مع مصر هنية وفي مؤتمر صحفي في غزة قال أن نتائج زيارة مصر كانت كبيرة ومهمة حيث تناولت قيادة حماس خلال زيارة قضايا كثيرة وعلى رأسها الملف السياسي أكدنا بأن قرارنا هو بناء علاقة استراتيجية مع جمهورية مصر العربية تقويت هذه العلاقة وتنميتها وتعزيزها في كل المجالات وأستطيع أن أقول بأن هذه الزيارة وضعت أسس استراتيجية للعلاقات الثنائية بين مصر وبين حركة المقاومة الإسلامية حماس هنية أشار إلى أن حماس مستعدة لتحاور مع فتح في القاهرة وهي بعد حل اللجة الإدارية في القطاع مستعدة لاستقبال حكومة الوفاق الفلسطينية في غزة نحن لم نكتفي بإصدار البيان والإعلان عنه بل أخذنا خطوات عملية على الأرض فعملياً اللجنة الإدارية في قطاع غزة لم تعد تمارس عملها اثنين نحن مستعدون وجاهزون من الآن ومن أي وقت استقبال حكومة التوافق الوطني للدخول إلى قطاع غزة وأيضاً جاهزين بعد أيام العودة إلى القاهرة من أجل استئناف الحوار بين فتح وحماس وصولاً إلى الحوار الوطني الفلسطيني الشامل وكانت الحكومة الفلسطينية قد عبرت عن كامل استعداداتها لتسلم مسؤوليتها في قطاع غزة وصفة خطوة حماس بحل لجنتها الإدارية في القطاع بالخطوة في الاتجاه الصحيح الحكومة أكدت في بيان لها أن لديها خططاً جاهزةً وخطوات عملية لتسلم كل مناح الحياة في قطاع غزة وشكرت مصر على جهودها لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية حذر عضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية التونسية محسن النابتي حذر من عودة جماعة الأخوان المسلمين إلى ليبيا عبر شخصية مثيرة للجدل هي عبد الباصط قطيط وفي مقابلة مع الميادين رأى أن حصول لقاء في جربة تونسية مع قطيط بحضور زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي تطور لافت عودة الإخوان إلى اللعبة القديمة خاصة من خلال شخصية مثيرة للجدل هي عبد الباصط قطيط وهو صهر الرئيس السابق للمؤتمر اليهودي العالمي إدجارد بروفنمين وهو زوج ابنته صار رئيسة ما يسمى بالغرفة التجارية الليبية الأمريكية والغرفة التجارية الليبية الكندية وهذه الشخصية أصبحت الآن تقريبا هي رأس سياسي لأنها دعمها الإخوان المسلمين وقد حصل اللقاء بحضور الشيخ راشد الغنوشي وهذا يعني تطور لافت أنا بتنتقد في حديث للميادين جلوس الغنوشي مع قطيط ورأى أن هذا أو أن في ذلك لعبتان خطيرتان جدا وأن يقبل راشد الغنوشي على نفسه الجلوس مع صهر معتها الرئيس السابق للمؤتمر اليهودي العالمي وهو أحد عتاة الصهاينة وهو كان تقريبا شهدت في عصره أكبر موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين خاصة من التلحاد السوفيات السابق لأنه كان تقريبا هو تولى الرئاسة في الثمانيين إلى بعد ذلك بسنوات أعتقد هذا في نظرنا معنتها لعبة خطيرة جدا وهي أخطر حتى من اللعبة التي لعبها الإخوان والبيجي قيد السبسي سنة 2011 في حق الشعب الليبي فاصل قصير نتابع بعده نشرق معنا أهلا بكم الجديد لهذه النشرة من الميدين وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق النووي مع إيران بالأسوأ في تاريخ بلاده ترامب وفي أول خطاب له على منبر الأمم المتحدة خلال الجمعية العمومية حث دول العالم على مطالبة الحكومة الإيرانية بإنهاء سعيها إلى الدمار وفق تعبيره لا يمكننا أن نلتزم باتفاق ما إذا كان يوفر غطاء لبناء برنامج نووي في نهاية المطال الاتفاق النووي مع إيران واحد من أسوأ الاتفاقات التي خضتها الولايات المتحدة إنه بصراحة إحراج للولايات المتحدة نطالب إيران بالإفراج عن الأمريكيين المعتقلين لديها ولقد آن الأوان لأن ينضم إلينا العالم بأسره في مطالبة الحكومة الإيرانية بإنهاء سعيها إلى الموت والدمار ترامب هدد كوريا الشمالية بتدميرها بالكامل في حال استمرار سعيها لامتلاك أسلحة نووية وصواريخ باليستية السعي المتهور لكوريا الشمالية لامتلاك أسلحة نووية وصواريخ باليستية يهدد العالم بأسره الولايات المتحدة لديها قوة وصبر كبيران لكن إذا اضطررنا إلى دفاع عن أنفسنا أو حلفائنا فسندمر كوريا الشمالية بشكل كامل ومن نيويورك ينضم إلينا مراسل ميدين نزار عبود أهلا بك نزار كيف كانت أجواء اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم أستطيع أقول أنها كانت متعثرة جدا ترامب جاء لم يستمع لكلمة الأمين العام ولا لكلمة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وجاء في اللحظات الأخيرة فقط ليلقي كلمته وكانت كلمة لم يجب على كثير من المسائل تجاهل ترامب مثلا مسألة المناخ كليا بالرغم من أن معظم الدول تحدثت عن هذه المسألة وحمل خطابا استفزازيا معاديا وقال نحن نتعامل مع العالم من منطلق مصالحنا الذاتية وعلى كل دولة من الدول أن تتعامل مع مصالحها الذاتية أنا أمثل مصالح الشعب الأمريكي فقط وأمثل الولايات المتحدة وأنتم تمثلون كل دولة على حدة وبالتالي هو أراد أن يقول أن القوة للقوي شريعة الغاب هي السائدة بتعبير آخر وطبعه كان مفتقرا إلى أبسط قواعد اللياقة من كل المعايير لا سيما وأن الأعاصير تعصف بصاحل أمريكا الشرقي وبجزر كريبية يفنيها والكل يقول وجميع المتحدثين تحدثوا عن أن المناخ خطر كبير سخونة المناخ تزداد لكنه حتى لم يستمع لهذه الكلمات التي رددها الأمين العام للأمم المتحدة أنطون تيريش والتي كانت صارخة تحدث عن أن المناخ يسبب كوارث أكثر من الحروب وهو سبب التشرد والنزوح والمآسي التي تعيشها البشرية ويأتي ترامب ليثبت على أنه لا يبالي لا بشعبه ولا بشعوب الأخرى كانت كلمته من هذه الناحية سيئة أيضا هو هجج باستخدام السلاح النووي قال سنفني كوريا الشمالية تماما إذا لم تتخلى عن سلاحها النووي حتى أن لم يترك مجال وكانت ملوحظة في هذه الجلسة أن المراقبين كانوا مستهجنين الوفود الروسية الصينية وغيرها كانت كلها تعبر عن استهجان لهذه اللهجة الاستفزازية لم يترك مجال ترامب في هذه الكلمة لأي نوع من المصالحة أو التوافق الدولي هو قوض تماما كل شيء تحدث عن الأمم المتحدة بأنها جهاز بيروقراطي لم يلبي تطلعات ينفق عليه هو في الأبيض كما يسمونه بالاقتصاد أي أنه لا يلبي تطلعات والاستثمارات التي وضعت فيه لأنه لا يلبي المصالح الأمريكية بتعبير آخر وهذا لم يقوله بشكل واضح طبعا هذه الكلمة هناك تحديد للجانب الإيراني سمعنا الشيخ حسن روحاني أمس تحدث إلى وكالات ومحطة سيعنان قال فيها أن الولايات المتحدة عندما تتراجع عن الاتفاق النووي فإنها لن تستطيع تحمل نتائج هذا التراجع هناك إجماع على أن هذا الاتفاق النووي لا يمكن إعادة التفاوض بشأنه لكن ترامب قال هذا لا يجوز لاحظنا البشاشة على وجه بن جميل نتنياهو الذي كان يصفق له عندما يعلم أنه سيتخلى عن البرنامج النووي لأن هذا البرنامج لا يليق بالولايات المتحدة كما قال قال أنه أسوأ ما وقعت عليه الولايات المتحدة بالتالي واضح أن هناك لهجة عدائية من هذا الخطاب وأن هذه الدورة ليست كارب سائر الدورات كل الشكر لك زميل نزار عبود مراسل مدين كنت معنا من نيويورك وكانت نيويورك قد شهدت تظاهرات المناهضة للعنصرية ورافضة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استباقا لكلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة شهدت مدينة نيويورك شرق البلاد تظاهرات شارك فيها مئات المواطنين الأمريكيين المناهدين له والداعين إلى وقف العنصرية أطالب ترامب بالتوقف عن غرس العنصرية في هذا البلد ممارساته تؤثر على كل فئة وفرد في المجتمع فهي تؤثر على المهاجرين وعلى السود وعلى كل شخص ورغم ذلك لا يزال يفعل ذلك التظاهرة التي تنظمها مجموعة وماهد وقاوم في محطة سنترال جراند أعلنت أن الهدف من الاحتجاجات هو رفض ما سمته سياسة ترامب التسلطية في الداخل والخارج ولا سيما فيما يتعلق بأزمة كوريا الشمالية والاتفاق النووي الإيراني والتحريض على النزاعات في مختلف المناطق حول العالم أنا أتظاهر هنا لأن ترامب سيلقي كلمة في الأمم المتحدة ومن سخرية القدر أن يحكم الولايات المتحدة رجل متعجرف يحاول أن يكون ديكتاتوريا واستبداديا هذه الممارسات لا تمثل الولايات المتحدة أبدا التظاهرة التي انطلقت من محطة المترو باتجاه ساحة التايمز الأمريكية تصدت لها قوات الأمن وشرطة المحلية وعملت على اعتقال عدد من المتظاهرين فيما عملت على تفريق آخرين ومنعهم من التجمع أو الاحتجاج أما في سانت لويس بولاية ميزوري الأمريكية فتواصلت الاحتجاجات حيث تجمع عشرات المواطنين من ذوي الأصول الأفريقية أمام مبنى السجن في المدينة للمطالبة بإطلاق صراح المحتجين الذين اعتقلتهم الشرطة على خلفية التظاهر ضد مقتل الشاب ذي الأصول الأفريقية أنتوني سميث على يد الشرطي الأمريكي جيسون ستوكلي عام 2011 على وقع الحديث في إسرائيل عن تباين واضح في المواقف بين الرئيس الأمريكي ورئيس الحكومة الإسرائيلية بخصوص إيران خلال اللقاء الذي جمعهما في نيويورك كشف النقاب عن إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في النقب تضم جنود أمريكيين على نحو ثابت كما كان متوقعا حاول رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو أن يجعل الموضوع الإيراني الحاضر الأبرز في اللقاء الذي جمعه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك على هامش عقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة أتطلع إلى التحدث معك عن سبل معالجة ما اسميته وعن حق الاتفاق السيء مع إيران وكيفية لجم العدوانية الإيرانية الآخذة بالتزايد في المنطقة سنناقش الكثير من الأمور بينها السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وهذا سيكون إنجازا عظيما وأعتقد أن هناك فرصا جيدة لتحقيق ذلك في اللقاء الثالث الذي يجمع الرجلين في غضون عام والذي دام نحو ساعة كان من السهل برأي محللين رؤية عدم ردى نتنياهو عن الكلام الذي قاله ترامب والذي غاب فيه أي ذكر لإيران فنتنياهو وفقا لهم استثمر الأسبوع الماضي كل جهوده أمام الإعلام والرأي العام لإظهار اللقاء كما لو أنه يعنى فقط بالتهديد الإيراني ولكن لسوء الحظ ترامب كانت لديه خطط أخرى من توقع الحصول على بشرى من ترامب بكل ما يتعلق بإيران حصل على خيبة ترامب كرر خطه الذي يتحدث عن اتفاق مع الفلسطينيين لم يذكر الموضوع الإيراني خلافا نتنياهو وهذا ما يؤكد ربما الفجوة الموجودة بين الرجلين خلافا للتصريحات ترامب تحدث عن السلام ونتنياهو تحدث عن إيران ثم إيران من الواضح أن الأجندة الخاصة بكل منهما مختلفة عن الآخر من ناحية التوجهات والوسائل تباين المواقف الذي ظهر من لقاء ترامب نتنياهو لم ينسحب على المسائل الاستراتيجية وعلى الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل التزام عكسه ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية عن إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في النقب تضم جنودا من الجيش الأمريكي وبصورة دائمة الأمر الذي عده محللون خطوة تاريخية تجسد التعاون الأمني الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة لجان المقاومة في فلسطين أكدت أن أنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في النقب الفلسطيني المحتل احتلال عسكري جديد للأرض وتعزيز لقوات الاحتلال الصهيوني في فلسطين لجان المقاومة أوضحت في بيان أنها ستتعامل مع أي قوة عسكرية أجنبية على الأراضي الفلسطينية معاملة العدو الصهيوني ورأت لجان المقاومة أن الإدارات الأمريكية لطالما وقفت في الصف المعادي لتطلعات الفلسطينيين وطموحهم بالاستقلال بيان اللجان ذكر أيضا بأن أمريكا هي داعم العسكري والسياسي والاستراتيجي للعدو الصهيوني الذي يسعى إلى إبادة الشعب الفلسطيني والاستيلاء على أرضه رحبت وسائل أعلى من إسرائيلية بمواقف ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة لترى في مواقفه محاولة لكسب دعم الدول الغربية مقابل الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان وكانت صحيفة جيروزاليوم بوست الإسرائيلية قد نقلت عن ملك البحرين إدانته المقاطعة العربية لإسرائيل مؤكدا أنه سيسمح للمواطنين البحرينيين بزيارة تل أبيب رسميا ووفق الصحيفة في أن هذه التصريحات جاءت على مسمع الحخام إبراهام كوبر ومدير مركزي شمعون فيزنتال في لوس أنجلس خلال زيارته المنامة وينضم إلينا في الستيديو رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان سيد بقر درويش أهلا بك أستاذ بقر أولا كيف تلقيتم ما تم تدوله من أنباب بشأن تصريحات ملك البحرين هذه محاولة أولى نحو التطبيع نعم لست متفاجئا في الحقيقة وإن كان الديوان الملك لم يصدر حتى نفي عن هذا الخبر باعتبار أن عمر مساعي تطبيع العلاقات البحرينية الإسرائيلية يمتد إلى ما يزيد على 20 سنة منذ زيارة وزير البيئة الإسرائيلي إلى البحرين والتقائه عن ذاك بوزير الخارجية محمد بن مبارك الذي كان هو ذاته من أعلن عن إغلاق مكتب المقاطعة مقاطعة البضاعة الإسرائيلية بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية على يتحال هذا جزء من مواجهة مسألة أزمة المشروعية في الداخل والعزلة التي يعاني منها الحكم اليوم مع الغالبية السياسية التي هي بلا شك ترفض بكافة مكوناتها الدينية والسياسية أي مسعى للتطبيع في البحرين وتعتبر ذلك خيانة للقضية الفلسطينية وإهانة للشعب البحريني نحن نتحدث منذ بداية الألفين تقريبا أكثر من ألف عالية احتجاجية وتضامنية مع القضية الفلسطينية حتى أثناء هذه الأزمة والقمع الشديد الذي تشهده الاحتجاجات كانت تخرج تظاهرات تضامنية مع فلسطين والسلطة في وقت سابق كانت قد أجهضت مشروعا بقانون تقدمت به جمعية الوفاق لتجريم التطبيع في تلك الفترة عندما كانت مشاركة في الانتخابات كل ذلك يأتي ضمن سياق مناخ داخل رسمي في البحرين يتقبل ويسعى إلى مسألة تطبيع لعلاقات البحرينية الإسرائيلية انسجاما مع الاتجاه الخليجي الجديد الموجود اليوم ما هي الأسباب؟ هل هي لأسباب محلية تتعلق بالأزمة في الداخل؟ أم هي لأسباب إقليمية تتعلق أيضا بتوجهات ربما وسياسة دول مجلس التعاون الخليجي ربما من الخطأ التعميم ولكن عندما نتحدث عن المملكة العربية السعودية الإمارات والبحرين؟ نعم بالأشك أنها متصلة متصلة بالمسارين بالعزمة الشعبية السياسية الموجودة اليوم في الداخل وأيضا بالاتجاه الخليجي الجديد الموجود في يعني الدفع بمسار التطبيع حتى في مسألة تخفيض يعني يعني مفهوم أن إسرائيل هي عدو أول للأمن القومي الخليجي اليوم هي تأتي في الرتبة الثانية باعتبار الإعلام الخليجي يسوق دول أخرى الأمر الآخر يعني حتى قبل انعقاد القمة الخليجية الأمريكية الأخيرة كان هناك كونغرس الفيفا الذي تم فيه استضافة وفد إسرائيلي في البحرين وكانت هذه رسالة ود أرسلت إلى الإدارة الأمريكية وكما نشرت تقارير صحفية قبل ذلك من أن محمد بن زايد نتوقع التطبيع رسمي قريب وكيف ستكون تداعيات هذه الخطوة في الداخل أعتقد بأن المسار يتجه إلى تدرج نحو التطبيع ربما يبدأ بتطبيع اقتصادي بمسار ما ولكن من الواضح أن هناك إجماع وطني في الداخل على رفض التطبيع وأعتقد على الرغم أننا يعني اليوم مفترض أن يكون هناك رأي عام خليجي متوحد هل تنسقون مع قوى مدنية خليجية بموقف موحد مع الأسف ليس هناك تنسيق حالي ولكن أعتقد بأنه سوف يكون من الطبيعي لاحقا لو اتجهت دول الخليج إلى الدفع بفكرة التطبيع بشكل أكثر وضوحا وأكثر قوة حتى الرأي العام الخليجي سوف يتحت في رفض هذه الفكرة ويعني سوف يكون له موقف هل تخشون أن تكون البحرين هي بوابة التطبيع الأولى في دول الخليج أو بين دول الخليج نعم من الواضح أن الجهة السباقة ضمن دول الخليج كانت البحرين على الرغم من الوفد السعودي الذي كان موجودا في إسرائيل أنور إشقي وهو ضابط استخبارات سابق طيب ولكن من يقرأ هذا المسار هذا التسلسل سواء لقاعات المسؤولين البحرينيين مع شيمون بيريز ملك التقام مع شيمون بيريز وزير الخارجية البحريني كان قد دعا إلى تجمع شرق أوسط جديد يضم إسرائيل وقبل نحو شهر تقريبا أو شهرين في لقاء مع إحدى الفضائيات المصرية كان قال بأن البحرين تأمل في سلام مع إسرائيل بالإضافة إلى المواقف السابقة حمد العامر كان وكيلا لوزارة الخارجية في 2013 وتحدث عن إمكانية فكرة التطبيع البحريني الإسرائيلي شكرك كل شكر أستاذ باقر درويش وأنت رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان على تواجدك هنا في أستوديو الميادين أعلن الكاتب والعالمي السعودي جمال خاشقجي أنه قرر رفع صوته في وجه حملة الاعتقالات والقمع في السعودية مشيرا إلى أن القيامة بغير ذلك خيانة موقف خاشقجي جاء في مقابلة بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية قال فيها أن السعودية لم تكن بهذه القمعية من قبل وهي باتت لا تطاق قمع وترهيب وتخويف واعتقال أو نفي كلمات تختصر المملكة العربية السعودية بحسب الكاتب السعودي جمال خاشقجي فالمملكة لم تكن بهذه القمعية من قبل وهي باتت لا تطاق قالها خاشقجي عقب سنوات من الصمت خوف على مصيره ومصير عائلته على حد تعبيره من المنفى كتب خاشقجي في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قائلا أنه يريد أن يعلم الجميع أن السعودية لم تكن كما هي اليوم وأن السعوديين يستحقون ما هو أفضل الكاتب السعودي كشف أنه مع صعود ولي العهد محمد بن سلمان إلى السلطة زادت حملات الاعتقال والتخويف والترهيب العلني للمثقفين والزعماء الدينيين الذين يتجرؤون على التعبير عن أفكارهم متسائلا إن كان مصير السعوديين الأحرار هو الشتات كلام خاشقجي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد شرس ومعارض أشرس ليغرد الكاتب طالبا عدم المزايدة على وطنيته ما قامت به المملكة هو صفعة قاتلة لحقوق الإنسان قالت منظمة العفو الدولية مضيحة في تقريرها أن المملكة وبدلا من إشراك الناشطين في إصلاحات حقوق الإنسان تلاها تصطادهم واحدا تلو الآخر صيدون كشف الوجه الآخر لعناصر قوات الأمنية السعودية الذين اقتحموا منازل عشرات الناشطين ملثمي الوجوه وصادروا أجهزة كومبيوتر وغيرها تقول صحيفة فينانشل تايمز في مقال حمل عنوان السعودية تقمع المعارضة يبدو أن ولي العهد وبحملة الاعتقالات هذه يضرب تحسين حرية التعبير عرض الحائط ذكرت جمعية هيومن رايتس واتش ويبدو أيضا أن ولي العهد كما معظم منهم في سنه لا يحب الانتظار طويلا صحيفة The Washington Times اعتبرت حملة الاعتقالات التي شهدتها المملكة تمهيدا لصعود سريع نحو العرش صعود قد تشهده السعودية في غضون أسابيع بحسب الصحيفة كرر محقق الأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان نداءهم لمنحهم حق الدخول الكامل ومن دون قيود إلى ميانمار وأشار إلى وجود أزمة إنسانية خطيرة هناك زعيمة ميانمار وتعليقا على أزمة روهينغا نفت وقوع اشتباكات مصلحة وعمليات تطهير لأنها دانت انتهاكات حقوق الإنسان وعمل العنف غير المشروع بعد العنف المستشري ضد مسلمين روهينغا في ميانمار تتالت المواقف الدولية المنددة بالوضع المزري وانتهاكات حقوق الإنسان في الساعات الماضية كان للزعيمة سانسوتشي موقف هو الأول منذ بداية الأزمة أعلنت فيه أن بلادها مستعدة للمشاركة في تنظيم عودة أكثر من أربعمائة ألف لاجئ من مسلمين روهينغا إلى ميانمار وأن بلادها مستعدة لأي تحقيق دولي بشأن الأزمة مؤكدة التزام بلادها بإعادة الاستقرار إلى ميانمار سوتشي التي أعربت عن قلقها بشأن مسلمي روهينغا الذين يفرون إلى بانجلادش بمئات الألاف أكدت أن أي شخص يثبت تورطه في هذه الانتهاكات سيحاسب وفقا للقانون هناك قلق كبير في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بالحالة في راخين ندين جميع انتهاكات حقوق الإنسان والعنف غير القانوني بحق مسلمي الروهينغا في ميانمار وملتزمون بإعادة السلام والاستقرار في جميع أنحاء الدولة لقد أصدرت تعليمات إلى قوات الأمن باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنوب إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء وزير الخارجية الصيني أعلن خلال اجتماع في الأمم المتحدة أن بلاده تدعم الجهود التي تفذلها حكومة ميانمار لحماية أمنها القومي وخلال لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتراش أكد أن بلاده تعارض الهجمات العنيفة التي وقعت في الأوينات الأخيرة في ولاية راخين وعلى هامش الاجتماع قال وزير الخارجية البريطاني أن العنف في ولاية راخين هو وصمة عار في سمعة البلاد محاذرا ميانمار بأن لا تفاجأ أن وجدت نفسها تحت التحقيق الدولي وفي جدول أعمال مجلس الأمن بدورها أعلنت بزارة الداخلية الهندية أنها ستتبادل سرا معلومات مع المحكمة العليا تظهر أن للروهينغا سلط بمتشددين متمركزين في باكستان في مسعى للحصول على تفوض قانوني لخطة ترحيل 40 ألفا من الروهينغا المسلمين الذين فروا من العنف في ميانمار إلى بنجلاديش ومن ثم عبروا إلى الهند وأكدت الوزارة أن موقفها هذا مبرر بسبب المخاوف الأمنية من وجود هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين من الروهينغا هذا ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومات المعنية إلى فرض عقوبات على مسؤولين في ميانمار تشمل حظر السفر وتجميد أصول القادة الأمنيين المتورطين في ارتكاب انتهاكات خطيرة وتوسيع الحظر الحالي المفروض على السلاح الذي يشمل كل المبيعات والمساعدات والتعاون العسكري إضافة إلى فرض حظر على المعاملات المالية مع الشركات الرئيسية المملوكة للقوات المسلحة في ميانمار أنشل انتهت هذا تذكير بأبرز العنوين مزارة الدفاع الروسية تتهم التحالف الأمريكي بأعاقة محاربة الإرهاب وتقول أن القوات الموالية لواشنطن فتحت سدود الفرات مع عبور القوات السورية القوات العراقية تحرر ناحية ريحانية بالكامل مع إطلاق عمليات غرب الأنبار هذه الزيارة وضعت أسس استراتيجية للعلقات الثنائية هنية يؤكد استراتيجية العلاقة مع مصر ويعلن استعداد قطاع غزة لاستقبال حكومة الوحدة الفلسطينية ترامب يقول أن الاتفاق النووي مع إيران هو الأسوأ ويهدد كوريا الشمالية بالتدمير الكامل شكرا لكم على حصن المتابعة للمزيد من الأخبار والتقارير زروا موقع الميدين على الانترنت ميدين دوت نت والمتابعتنا بالغة الإسبانية الى اللقاء